اشتركوا في القناة ساعة مساء بتوقيت مصر والسعودية الدكتور طارق حلمي الطبيب المعالج لأحمد سليمان الحمد لله الأمور عد بسلام كانت مفاجأة لنا كلنا إصابة كابتن أحمد بانسداد شديد في الشرايين وضعف في عضلة القلب واستوجب تدخل جراحي سريع كابتن أحمد راجل قوي وكانت مفاجأة له إننا وجدنا مشكلة كبيرة في القلب ومحتاج تدخل جراحي عاجل وأشار كابتن أحمد خضع لجراحة تسمى القلب النابض يوم الأربع بمعنى إننا نشتغل على القلب وهو شغال وهذا الأمر يحتاج فريق تخدير قوي جدا وفريق رعاية مركزة على مستوى عالي واختتم كابتن أحمد دخل عناية مركزة يومين وغدا سيخرج لغرفة عادية ومشي اليوم 15 دقيقة وغدا هيمشي نص ساعة واخلال أربع أيام يخرج من المستشفى وائل أباني إمام عشور كان أقل مستوى في المباراة وهذا شيء وارد ولكن تحس أنه مستعجل وعاوز يشوت وخلاص عاوز يعدي على طول لا يوجد الباص ولا اللاعب مع زميلة بالإضافة إلى أنه يفتقد تركيزه لأنه مركز أنه يحصل على ركل الجزاء وشدد على إن عشور بدأ ياخد سكة محمد عبد المنعم عندما كنا بنقول عليه بيتعالي على الكرة وبياخد نفس الطريق والشغل الاستعراضي وأكد أنه عندما كان يلعب بجدية كان أفضل لاعب بمصر وكان يبدل مجهود مميز وجيد محمود الخواجة الزمالك يعاني من غيابات وإصابات كثيرة واستعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية وتابع هذا الأمر ما يعجبني في البرتغالي جوميز متمنيا مواصلة منحهم الفرصة لنهاية الدوري وشدد على أن الأبيض طوال تاريخه لا يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية رغم الاحتياج لللاعبين بسبب الإصابات التي يعاني منها ميدو عبر إكس الأيام جريت والناس والزمن اتغير وأخيرا فهمت ليه كانوا دايما بيقولوا عوز لهم حكام الصين يوسف حمدي لاعب الزمالك السابق الفوز على طلائع الجيش مهم جدا نظرا للغيابات التي يعاني منها سواء إصابات أو لعيبة مع منتخب الأولمبي وتابع الاعتماد على اللاعبين الشباب من أهم ما يميز البرتغالي فهذا الأمر سيفيد الفارس الأبيض على المدى الطويل وشدد على يجب بالفترة القادمة أن يقوم الجهاز الفني بتقييم اللاعبين المحترفين وأتم غياب أحمد فتوح عن الأبيض مؤثر جدا لأنه لاعب مهم ويحتاجه الفريق للفترة القادمة تحفظ جوزي جوميز على ضم الإنجولي مابلولو جاء ذلك عقب صر طرح اسمه ضمن خريطة المهاجمين الأجانب المعروضين على الزمالك لدعم الهجوم ويرى جوميز أن سن اللاعب يبلغ 32 سنة عائق أمام ضمه خصوصا أن فلسفة المدرب تبني على التعافض مع مهاجم إفريقي السوبر وشاب وتنقسم الأراء داخل الزمالك بين مؤيد ومعارض لرأي البرتغالي وحيث يرى البعض أن مابلولو وأنه أصبح على علم بكل كبيرة وصغيرة داخله ولن يحتاج وقت كبير للتأقلم في حين يقف المقابل المادي ضمن أحد العواقق أمام الصفقة أبدأ محمود فتح الله تعجبه من هذا الأمر مؤكدا أن هذه التفصيلة تفرق في المباريات الكبيرة ومغنش المفروض يتم البدء بكريم حافظ ثم الدفع بالشيبي كان ممكن تبدأ بأحمد فتحي أو أحمد توفيق والإثنين يجيدوا اللاعب في الجبهة اليمنى وأعرب عن اندهاشه ومن فكرة عن عدم فكرة ضم البدء بالشيبي حتى لا يسلم على حسين الشحات في ظل الأزمة الناشبة بينهم قائلا كان ممكن يبدأ وما يسلمش عليه عادي بتحصل ثم إنه كده كده هيحتك به في الملعب وأتم لو الشيبي هو اللي طلب إنه لا يبدأ يبقى يطلع بر القائمة خالص لكن كده ما ينفعش أحمد علي مقدم برنامج زمالكاوي عبر فيسبوك باعتذر لحضراتكم عن عدم الظهور هذا الأسبوع في برنامج زمالكاوي لأسباب خاصة وتوضيحا ومنعا لأي اجتهادات هي أجازة وشوفكم على خير ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة عرق للجزاء النادي الأهل الوهمية أمام برامدز عبر فيسبوك حكام أجانب وعار مصري محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي أتمنى أن تمكن من ضم أحمد سيد زيزو لفريق الخلود فهو كالجوهرة ويتمتع بإمكانيات كبيرة وأضاف أن إدارة نادي تتفاوض مع أكثر من لاعب من الدور المصري وليس إليو دانج فقط وأشار إلى أن الخلود الذي تأسس قبل 54 عام صعد هذا الموسم لدور روشن السعودي بعد أن كان في الدرجة الرابعة حتى عام 2019 إسلام صادق عبر فيسبوك الزمالك يجتمع لحسم قراره بخوض السوبر الإفريقية أمام الأهل في السعودية من عدمه بس كده هذي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفقر أكون خفيفة على قلبكم دعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة ومتشكلين بالدعاء على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام